بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه صدق الله العلي العظيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم وزياراتكم وأن يوفقكم على الاستمرار في ولاء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وزيارتهم وأن يوفقنا جميعا لشفاعتهم في الآخرة ببركة الصلاة على محمد وآله القرآن الكريم كتاب هداية وإذا ذكر في القرآن ذكرت قصة تاريخية ليس ذكرها لملء الفراغ الإنسان يحب أن يستمع إلى القصص أو يشاهد الأفلام التي تحكي قصة حقيقية أو غير حقيقية ولكن القرآن الكريم حينما يقص هذه القصص إنما هي للاعتبار لأنه مرة نحن نقص قصة لكي نلهي أنفسنا هذا من اللاهو يكون إذا هموه حرام لا فائدة فيه مثل كثير من الأفلام أو المسلسلات أو الكتب القصصية التي لا تسمن ولا تغني من جوع إذا فيها الحرام فويله وإذا لم يكن فيها الحرام فهي مجرد لاهو وملء الفراغ ثم ماذا؟ لا شيء مع أنه كثير من الأحيان تكون مضرة لأن الجهات التي تقف وراء نشر هذه القصص أو الأفلام أو المسلسلات كثير من الأحيان لها أغراض ثقافية خاصة فيقصفون ذهن المشاهد والقارئ بتلك الأفكار بحيث أن الإنسان يتطبع عليها ويحبها وخاصة إذا كان الذي يقوم بتلك الأفكار أو الثقافات شخصية محببة بطل الفيلم بعض الأحيان يكون شخصية محببة فيحاول المشاهد وخاصة الصغار تقليده وهذه من مصاديق الغزو الثقافي لأن هذه المنتجات الثقافية تنتج ووراؤها جهات هذه الجهات تريد نشر فكرها وثقافتها الإسلام جعل قدوة حسنة وأسوى حسنة حتى الإنسان عندما يرى هذه القدوة يقتدي بها ويتأسى بها حزب الشيطان أيضا كذلك يحاولون جعل قدوات وأسوات ولهم من أدواتهم مخاصة في هذا العاصر قرأت قبل فترة تقريرا حول إحدى القنوات الفضائية التي يمتلكها جهات في السعودية تبث من لندن هناك إحصائية كانت هذه الإحصائية بعد متابعة هذه القناة ولها قنوات يعني مو قناة واحدة لمدة أسبوع خلال هذه الفترة آلاف المرات بث فيها شرب الخمر وبث فيها العلاقات غير المشروعة وبث فيها كذا وكذا وكذا تقرير مفصل فالإنسان عندما يشاهد هذه المناظر حتى إذا هي قبيحة الشيء القبيح إذا الإنسان تعود عليه يزول قبحة والشيء الفضيع إذا الإنسان أكثر مشاهدته تزول فضاعته يعني الآن مثلا نحن نستمع تفجيرات في باكستان في العراق أول تفجير صار كان في إثارة كبيرة وشعور بالفضاعة الشديدة وتصدر الأخبار أما مرة ثانية ثالثة رابعة الآن بعد سنوات الخبر عندما نستمعه فالشيء عادي زالت فضاعته لماذا؟ لأنه تكرر والشيء القبيح إذا تكرر يزول قبحة بالتدريج الوالد رحمة الله تعالى عليه كان ينقل قضى بين قوسين أنه حينما أرادوا أن ينشروا السفور في بغداد قبل مئة عام ينقل عن أحد العلماء من النجف اللي ينقل عن أحد العلماء في الكاظمية المشرفة يقول السفارة البريطانية استأجرت مجموعة من النساء البريطانيات جاءوا إلى بغداد ذول المجموعة شغلتهم من الصبح إلى الليل يمشون في الشوارع وأزقة بغداد حتى قبح السفور يزول وبالتدريج بعض قليل الدين والإيمان أيضا انضموا إليهم خلال سنتين انتشر السفور وهكذا كثير من المحرمات وحتى كثير من القبائح فالإسلام جعل قدوة وأسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر القرآن الكريم يذكر القصص لماذا؟ ليس لملء الفراغ وإنما لكي نتعلم ونتثقف بالثقافة التي الله سبحانه وتعالى يريدها لنا لذلك نحن يجب أن نكون منتبهين وخاصة بالنسبة إلى أبنائنا الصغار يتعلمون ماذا؟ هل نستحبهم إلى المجالس؟ هذا الطفل يمكن يجي في المجلس أكو بعض المجالس يمنعون استحاب الأطفال وهذا خطأ ليش؟ لأن شخصية الطفل تتكون في هذه المجالس ولذلك يمكن الآن لا يفهم تسعين بالمئة خمسة وتسعين بالمئة من كلام الخطيب لكن بالتدريج هذه الأمور تتركز في ذهنه حتى لو ما يفهمها لكن المخ يتلقى المطالب في إلا شعور ولذلك إحنا عدنا مثلا في الأحاديث الشريفة الطفل حينما يولد يستحب بمجرد ولادته أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام الإقامة في الأذن اليسرى ليش؟ هو صحيح ما يفهم هذا الكلام لكن أول كلام سمعه في الدنيا هذا يسجل في مخ في قلبه ولا يزول إلى نهاية حياته ويؤثر في سيرته وفي سلوكه وهكذا إذا استحب الطفل إلى المجلس بعدين يتعلم ويتثقف بثقافة الإسلام وثقافة أهل البيت أما إذا الإنسان خلى طفله أمام التلفزيون وخاصة الآن أكو بعض القنوات التي تبث أفلام الكارتون 24 ساعة وبعض الأحيان الآباء والأمهات ينزعجون من لعب الأطفال وتخريبهم وكذا يعليق التلفزيون يقول خليشوف هذا التلفزيون زين هذه الأفلام الكارتون التي تبث والطفل يراها شنو هذه الأفلام تعلمون أن هناك شركات كبرى تقف وراء هذه الأفلام ويملؤونها بمفردات الثقافة اللي هم معدهم أنا ذكرت هذا الكلام لأنه كنت قاري في إحدى التقارير إلى أحد الأخوة قال لا أنا شفت مثلا الكارتون الفلاني ما بيشي قالت له زين البنت اللي في هذا الكارتون تطلع محجبة لو سافرة قال سافرة قال زين هذه الطفلة الصغيرة هي شوية شوية تشوف هذه وبطلة الفيلم وتحبها وتحاول أن تقلدها حس إذا جو المجتمع ضاغط لا يسمح لها لكن مو كل مكان جو المجتمع ضاغط ومو معلوم أنه دائما يبقى جو المجتمع ضاغط يمكن تحولات سياسية اجتماعية تصير هذا الضغط يرتفع كما حدث في كثير من الدول فلذلك الإنسان لازم يحاول أن يكون الشي اللي يتلقاه وأبناءه وعائلته والآية الشريفة تقول قو يعني احفظوا أنفسكم وأهليكم نارا على كل حال القرآن هذه القصص للعبرة وللاعتبار يعني مثلا من باب المثل أنتم قرأتم سورة يوسف المباركة في القرآن الكريم التي الله سبحانه وتعالى يعبر عنها بأحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص قصة يوسف أيضا موجودة في التوراة باختلاف بسيط يعني الشي اللي موجود في القرآن أيضا موجود في التوراة قصة يوسف في التوراة طالها التحريف قليلا أن التوراة طالها التحريف بعض الأحيان تحريف شديد بعض الأحيان تحريف طفيف فقصة يوسف في التوراة طالها التحريف قليلا لا كثيرا أنت قارن بين قصة يوسف في القرآن وقصة يوسف في التوراة قصة يوسف في التوراة مجرد قصة حسب تعبير بعض الأشخاص فدولة ضاع بعدين أبو لقاء مثلا لكن قصة يوسف في القرآن كل كلمة فيها حكمة وموعظة واعتبار الآن بعد هذا المجلس افتحوا القرآن وتأملوا في السورة تشوف كل آية فيها حكمة وفيها موعظة وفيها بيان لحكم شرعي أو مسألة من الآداب الأخلاقية أو عقيدة من العقائد كل كلمة منها لأن الله سبحانه وتعالى ما ذكر قصة يوسف حتى يملأ أوقات فراغنا حتى نتعلم وحتى نهتدي بهذه الآيات المباركات بعد ذلك القرآن الكريم جعل لنا القدوات وجعل لنا الأسوات في كل شيء يعني أنت إذا مبلغ يوم ذكرت كلام ما أثر يوم الثاني ذكرت كلام ما أثر يوم الثالث ذكرت كلام ما أثر تتعب تقول ما بي فائدة نتركها الله سبحانه وتعالى جعل لك أسوة وقدوة وهو نوح على نبينا والي وعليه الصلاة والسلام ألف سنة إلا خمسين عاماً يعني تسعمية وخمسين سنة يبلغ وما آمن معه إلا قليل في بعض التفاسير ثمانين نفر يعني كل عشر سنوات نفر واحد يهتدي ونبي من أنبياء الله حتى هذا يكون لك قدوة تسعمية وخمسين سنة يبلغ وما آمن معه إلا قليل وما مل وتعب من التبليغ إذا واحد شاب وقع في ظروف حرجة الله سبحانه وتعالى جعل مثال يقتدي به يوسف على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام مثال للعاطفة الأبوية يعقوب على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام يعقوب نبي من أنبياء الله والأنبياء هم سادة الحكماء إذا إحنا الآن نشوف والد ضع ولده وأربعين سنة بكى عليه إلى أن بان البياض في عينه طبعا وبيضة عينه مو معنى صار أعمى لأن الأنبياء لا يوجد نقص في أخلاقهم ولا في خلقهم ولا في خلقهم أبدا حسب الأدلة القطعية اللي عندنا في أجسام الأنبياء ماكو نقص أبيضة عينه من الحزن يعني مو معنى عمية وإنما معناه بان البياض فيها بعض الأحيان الإنسان لأسباب لمرض أو لشدة بكاء سواد العين يقل قليلا بحيث أن الإنسان عندما يراه يتراءى أنه في عينه بياض زيان إذا واحد من عندنا يقوم بهذا العمل ابن ضاع وهو يعلم بأنه حي زيان ويبكي أربعين سنة بهذه الكيفية ماذا نقول نقول له ما قاله أبناء يعقوب حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين يعني إذا واحد من عندنا يسوي هذا العمل العمل ليس عقلائيا لماذا النبي نبي الله يعقوب على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام وهو سيد الحكماء في زمانه نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى والأنبياء في أفعالهم لا يوجد خطأ ولو يوجد شيء خلاف العقل ولا يوجد سهو لماذا الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن الجواب لكي يكون أسوأ العاطفة الأبوية الآب لازم يكون عطوف تجاه أبناء حتى إذا أبناء أخطأوا يعقوب على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام أبناء الذين أخطأوا زيان إجوا يطلبون العافو ماذا قال يعقوب على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين طبعا يعقوب ما كان وهابي حتى يقول لهم روحوا مشركين يتوجهوا إلى الله مباشرة ليش جايين عندي وإنما يعقوب كان نبي من أنبياء الله ماذا قال لهم قال سوف أستغفر لكم ربي وفي الأحاديث أنه كان ينتظر ليلة الجمعة لأنها ليلة تفتح فيها أبواب الدعاء والله سبحانه وتعالى يرسل ملك في ليلة الجمعة يطلب من الناس ويدعوهم إلى الاستغفار يرسل ملك ليس مثل ما يقول الوهابيين أنه هو والعياذ بالله يركب على حمار ثم ينزل من السماء السابعة إلى السماء الأولى ويقول هذا الكلام هذا تحريف في الحديث الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يرسل ملكا من الملائكة وينادي بهذا النداء على كل حال فيعقوب الله ذكره بهذه القضية لكي يكون أسوأ أنت أب لازم تكون عطوف تجاه أبنائك بعض الآباء بعض الأحيان يخاشنون أبنائهم وهذا ليس صحيح أن يخاشن أبنه لأنه المفروض أن تربيه والتربية لا تكون عبر المخاشنة نعم قد يكون في بعض الأحيان يحتاج إلى تأديب وذلك ضمن الحكمة لكن هذا ليس معنى أنه دائما تتعامل معه بالخرق وبالعنف وكذلك الله سبحانه وتعالى يذكر مختلف قضايا الأنبياء لكي تكون لنا عبرة ولكي نقتدي بهم وأيضا الله سبحانه وتعالى يذكر أحوال الأقوام الذين بعصيانهم ومخالفتهم ذاقوا وبال أمرهم لكي يكون عبرة لنا عندما يذكر قضية قوم لوط وقوم هود وقوم صالح وأمثالهم من الأقوام حتى نشوف أن هؤلاء بمخالفتهم لأوامر الله سبحانه وتعالى ابتلوا بما ابتلوا به حتى أنه هود على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام حينما نزل العذاب عليهم ورأى جثثهم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم هل فعل النبي كان لغو أنه هذا الميت ما يسمع وهو ميت الكافر فتولى عنهم وقال يا قوم يخاطبهم يا قوم على كل حال فهذه القضايا إنما هي للاعتبار لنا ولتعليمنا وكذلك الله سبحانه وتعالى إذا ذكر قضايا مستقبلية يعني هذه بالنسبة إلى القضايا الماضية القضايا المستقبلية على نفس المنوال يعني الله سبحانه وتعالى يذكر القيامة ليش يذكر القيامة يذكر قصة لا حتى إحنا نخاف من عذاب الله ونطمع في ثوابه ونرجو ثوابه فنصلح أعمالنا لكي لا نقع في العذاب ولكي نكسب رضوان الله سبحانه وتعالى وهكذا الله سبحانه وتعالى عندما يذكر قضايا قبل الآخرة في الدنيا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون زيون شنو فائدة هذا الإخبار المستقبلي بس القيامة عرفناها حتى الإنسان يصلح أعماله لكن هذا الإخبار المستقبلي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون شنو فائدة؟ الفائدة أن الإنسان يعيش بالأمل إذا الإنسان فقد أمله يفقد معنى حياته يعني إذا مريض هذا المريض عند أمل بأن يعالج وتشوف أنه يحاول يصرف الأموال ويبحث عن أفضل الأطباء وأفضل المستشفيات وحتى إذا ما عنده فلوس يستقرض من هذا ومن ذاك إذا عنده بيت يبيع وكذا وكذا وندري بعد إحنا شايفين المرضى ليش؟ لأنه عنده أمل لأنه بهذه الحركات يعالج بس إذا مريض فقد الأمل واستسلم يعني يدري أنه مثلا أعاذكم الله ابتليه بسرطان وانتشر وعلم بأنه خلاص ما بي فائدة هذا إذا استسلم لليأس يموت أسرع لذا يقولون المريض إذا حتى مرض مخطور وميؤوس من علاجه لا تخبروا أولا حتى لا يعيش حياة كابوس هذا أولا شيء الثاني لا يفقد أمله فيموت أسرع الله سبحانه وتعالى إذا ذكر قضايا مستقبلية أيضا بعض هذه القضايا لأجل إيجاد الأمل والإنسان إذا كان آملا يقاوم ما يسقط يعني يمثلون مثل إذا هناك مثلا كتيبة من جيش هذه محاصرها الأعداء إذا عدهم أمل بعد ساعة ساعتين ثلاث ساعات يجيهم مدد يستمرون في المقاومة ليش يقول لأنه بعد ساعة راح يجينا مدد بالعدد والعدة لكن إذا يأسين ماكو خأ لا يوجد أي مدد وانتهى لأنه أنت محاصر إما تقتل إما تؤسر غالبا هؤلاء الجنود ينهارون ولذلك القائد الحكيم في الجيش ماذا يفعل لا يخبرهم حتى لا ينهارون إذا فقد الأمل ينهار الإنسان يعيش بالأمل إذا الشيعة ما كان عندهم أمل بأن الله سبحانه وتعالى سيخلصهم في يوم من الأيام إذا ما كان عندهم أمل التشييع كان يزول أصلا مثل كثير من المذاهب التي زالت الله سبحانه وتعالى حفظ التشييع ولكن بأسبابه الطبيعية الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا دار امتحان ليس المفروض أنه الأمور تصير بالإعجاز لذا الإسلام انتشر عبر شنو عبر الرسول الرسول كيف تحرك تحرك بالأسباب الطبيعية في أحود في بادر في خندق في فتح مكة إرسال الرسل وأوذي في سبيل الله هذه طرق طبيعية الله لو كان يريد خلال لحظة واحدة الرسول كان يسيطر على كل العالم وفلسفة الامتحان كانت على كل حال هي التي اقتضت بأن الله سبحانه وتعالى لأنه حكيم ويريد يمتحن الخلق يكون عن طريق الأسباب الطبيعية الله حفظ التشييع عن طريق أسبابه الطبيعية من جملة الأسباب هو أنه جعل الأمل وإلا في طول التاريخ من يوم السقيفة إلى يومنا هذا طبعا إحنا الآن نعيش في عصر ذهبي على رغم هذه المجازر اللي صارت في العراق وتصير في أفغانستان وفي أماكن أخرى لو واحد يلاحظ التاريخ هذه ما يجري الآن يصير شيء بسيط أمام التاريخ سلطان مراد العثماني سيطر على شمال سوريا وكانت منطقة شيعية سنوات طوال فأمر فأبيد الشيعة كلهم بالاستثناء في حلب وأطراف حلب صلاح الدين الأيوبي زين اللي هلقد الآن يسوه بطل وكذا وفلان وهو كان خراب الدين إذا واحد يقرأ تاريخه تاريخ اللي هم كاتبه هم يعني مو تاريخ شيعي كاتبه حتى تقول أنه بقلم معادي مكتوب تاريخ اللي نفسه صاحبه كاتبه المقريزي وغيره منهم ارتكب من الجرائم ما بيض وجه صدام أصلا زين بس لأنه مصر كانت شيعية طبعاً مو شيعاً إسماعيليين مو شيعاً إثنى عشرية كانوا شيعاً إسماعيليين فهو أباد التشيع ولو تشيع ناقص في مصر فمن منطلق طائفي صار البطل وإلا تاريخه تاريخ أسود قبل كم سنة سيد حسن الأمين ابن صاحب أعيان الشيعة كتب كتاب ومقالات وطبعت هذه المقالات وانتشرت في الصحف والمجلات صلاح الدين الأيوبي بين الفاطميين والعباسيين والصليبيين يثبت إثبات تاريخي علمي عن طريق كتبهم بأنه إنسان كان مجرم أصلا والمقالات اللي كتبت فرد عليه أنا قرأت كثير منها في وقته كلها تهريج ما قوشي علمي وإنما سب وشتم وكذا وما إلى واتهام بالعمالة وأمثال ذلك كالعادة يعني واحد عندما يهزم بالمنطق أسلوبه شلون يكون إذا هو معاند أسلوبه يكون التهريج والسب والشتم وما إلى ذلك فصلاح الدين الأيوب وهو خراب الدين قتل جميع الشيعة اللي كانوا في مصر إلا الذي هرب من مصر وفي تواريخهم أنه فهاجر أكثر أهل مصر شردوا أصلا من مصر وهكذا وأهلهم جرى يعني هذه المجازر اللي أجريت على الشيعة في طول التاريخ فد حسينية موجودة في كشمير هذه الحسينية لعلها من أكبر الحسينيات في العالم تسع عشرة آلاف إنسان لحد الآن موجودة هذه الحسينية لحد الآن طبعاً مو في الفترة الأخيرة في الفترات السابقة النواصب اصبو طعش مرة حارقيها وأحدى المرات في يوم تاسوعاء أحرقوها وكان فيها عشرة آلاف إنسان كلهم احترقوا في يوم تاسوعاء وقتلوا ما قتلوا الشيء الذي بقى التشيح هي إرادة الله سبحانه وتعالى كما هو واضح ولكن الله أراد الأمور عن طريق مسبباتها أسبابها ثم أتبع سبباً إنسان عندما يعيش بالأمل يواصل ويكد ويعمل لذلك الله سبحانه وتعالى ادخر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ادخره لكي يملأ الأرض قصطاً وعدل في آخر الزمان ونأمل أن يكون هذا الزمان وأن نكون من أنصاره وأعوانه جميعاً ولكن في نفس الوقت خل الأمل في قلوب الشيء هذا الأمل يسبب أنه يتحمل جميع الصعوبات ويحاول أن يكسب رضى الإمام لأن رضاه هو رضى الله سبحانه وتعالى يعني أنت عندما تعلم بأنك مراقب وأن كل أفعالك يوماً بيوم أسبوعاً بأسبوع شهراً بشهر سنة بسنة هذه تعرض على الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف كما ورد في تفسير الآية الشريفة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون المؤمنون المقصودهم الأئمة عليهم الصلاة والسلام يرون أعمالنا كلها حسنها وقبيحها وإذا الإنسان يدري يعني الآن إحنا إذا قاعدين في مكان نعلم أن هناك كاميرا خفية تتراقبنا والآن العالم وكله صار كاميرات خفية إذا الإنسان يدري أنه يكون كاميرا خفية يحاول أنه عمله يكون عمل مضبوط زين لا يحاول أن لا يخالف بل مو فقط لا يخالف يحاول أنه حتى لا يظهر بمظهر غير لائق ولو لا يكون محرم يكون حلال مثلا لماذا؟ لأنه يدري واحد يشوفه واحد على كل حال أو جماعة يعلمون ماذا يفعل الله سبحانه وتعالى رحمة لنا وأنه الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى ما كان بحاجة أن يخلي ملائكة يراقبون ولا أن تعرض أعمالنا على الرسول وعلى الأئمة ولكن رحمة بنا يعني حتى ندري أنه الإمام لاحظ أعمالنا يعلم بأعمالنا شوي تكون أعمالنا مرتبة يعني لا يكون فيها مخالفة فبهذه الكيفية هم دين الله يحفظ وهم المؤمنون يعيشون حياة سعيدة لأنها السعادة والشقاء ليست بالماديات السعادة والشقاء بالمعنويات يعني هناك مثلا أشخاص يملكون ثروات العالم لكن حياتهم الشخصية كلها شقاء هناك رجال ونساء عدهم المليارات لكن حياتهم تعيسة لأن المادة متجي بالشقاء متجي بالسعادة وهناك ناس فقراء حياتهم الأسرية سعيدة جدا ليش؟ لأن السعادة والشقاء أمر نفسي لا يرتبط بالجسم يرتبط بالروح أنت الآن في صعوبة لكن تعيش بحياة مطمئنة تعلم بأن الله سبحانه وتعالى يرعاك الأئمة يرون أعمالك وفي يوم من الأيام هذا الشيء اللي أنت تعتقد به سيظهر على كل الدين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره الإظهار يعني الغلبة العسكرية ليظهره على الدين كله الغلبة السلطة يعني فبهذه الطريقة الإنسان يعيش حياة سعيدة ويتحمل جميع الصعوبات ويعمل الأعمال الصالحة الانتظار هو هذا البعض يتصور أن الانتظار يعني واحد أصلا يكون يترك العمل هذا مو انتظار الانتظار معناه أن الإنسان يكون بأمل ولأجل ذلك العمل يشتغل فإذا اشتغل لأجل ذلك الأمل زين هذا يكون انتظار عنده مثل الزارة عندما يزرع ليش يزرع لأنه عنده أمل أنه في موسم الحصاد يحصل زين هذا الأمل أنه في موقع في وقت الحصاد راح يحصل من الحنطة والشعير وسائر الثمار هذا اللي يخليه يروح يتعب ويزرع ويراقب الزرع بالماء وما إلى ذلك لأن هذا الأمل سبب أن يعمل هذا الانتظار سبب العمل وإلا هذا واحد يقول أنا منتظر بدون عمل هذا كاذب أنت الآن سويت لك دعوة زين لأجل هذه الدعوة ماذا تفعل تهيئ الطعام للضيوف وتقول أنا أنتظر الضيوف منتظر أنه الظهر يجون لكن إذا وضع يدا على يد ورجلا على رجل ولم يحرك ساكنا يقولون لماذا هكذا جلست يقول أنا منتظر يقولون أنت كاذب لو كنت منتظرهم كنت تهيئ ما يليق بهم الله سبحانه وتعالى في الآية التي تلوناها في أول البحث يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إذا جماعة ارتدوا عن الدين طبعا الارتداد على الدين قسميا مرة ارتداد كامل عن الدين والدخول في الكفر مرة ارتداد عن بعض أمور الدين يمكن ما يكون كافر لكن هو قد رجع عن بعض الأمور يعني ترك مثلا الصلاة مثلا أو ترك الصوم أو ترك بعض الفرائض هذا مرتد لغوي يعني ترك بعض أحكام الشرع وليس مرتد بالاصطلاح المتشرع الذي يخرج عن الإسلام ويدخل في الكفر من يرتد منكم عن دينه هذا ما يضر الله سبحانه وتعالى شيئا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه هناك قوم سيأتون الآية هم ما قالت فسيأتي السين للمستقبل القريب الآية قالت فسوف سوف المستقبل البعيد ولذا يردون يحاولون تطبيق هذه الآية على أبي بكر وحروب الردة هذا تطبيق غير صحيح لأنه إذا كان كذلك الآية كانت المفروضة أن تقول فسيأتي الله هذا أولا شيء الثاني إذا كان المقصود هم الصحابة الصحابة كانوا موجودين لا يعبر عنهم فسوف يأتي الله بقوم قوم هذا ظاهر الآية أنه قوم آخرين وليس هؤلاء الذين كانوا موجودين في وقت نزول الآية هذه الآية طبعا إلها مصاديق مختلفة يوم الجمل أحد المصاديق لأن جيش أمير المؤمنين بشكل عام ما كان من الصحابة وإنما كان من الناس اللي ولدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هذا مصداق من مصاديقه في يوم الجمل وصفين والنهروان زين لأن الجماعة ارتدوا عن ولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ونكثوا بيعتهم وخالفوا أمر الرسول هذا مصداق من المصاديق والمصداق الأتم والأكمل هو في ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأيام أيام مباركة لنا ولكم جميعا وأن يوفقنا لأن نعمل عملا نكون بذلك العمل مرضيين لدى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يتقبل أعمالكم وزياراتكم هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بروائع الكلمات بروائع الكلمات